حبايب قلبي، أي عملية يومية حضرتك بتقوم بيها؟ شراء، بيع، إيجار؟ ممكن تصنف إنها مدنية أو تجارية أغلب الأعمال اليومية بتاعتنا بتكون مدنية غير هدفة للربح، لكن يوجد نوع معين من الأعمال نقدر نصنفه على إنه تجاري بضمير مستريح من غير ما نبص في الموضوع مرتين أعمال تجارية بطبيعتها، بغض النظر عن صفة القائم بيها تاجر ولا مش تاجر أم بيها مرة ولا عنده اعتياد للقيام بتلك الأعمال مش مهم ودي بتكون زي شراء المنقلات بقصد بيعها أو تأجرها والتعامل في الأوراق التجارية وأعمال الصرافة والصمصرة وأعمال التجارة البحرية تعالوا النهاردة نتكلم بالشيء من التفصيل عن شراء المنقلات بقصد بيعها أو تأجرها أنا عمر العروسي وبرحب بكم في قناة نظريات قانونية في الحقيقة يا جماعة لما واحد بيشتري منقول علشان يبيعه أو أنه يأجر منقول علشان يعيد تأجيره بيبقى واضح جدا أن العمل ده تجاري بيستهدف للرحل بس عشان ما نظلمش حد يجب أن تتوافر في ذلك العمل شروط ثلاثة لاعتباره عملا تجاريا أولا أن تكون هناك عملية شراء للمنقول أنت اشتريت المنقول علشان تبيعه لشخص ثالث في محاولة منك للربحة يعني لازم يكون في شراء يعني لو المنقول جالك بطريق الث أو الهبأ أو الوصية فده لا يعتبر شراء وبالتالي لا يعتبر عمل تجاري وبالتالي لا تعتبر أعمال الزراعة وبيع المحاصيل المتحصلة عنها أعمال تجارية ليه؟ لأن ما في الشراء الأرض بتاعتي طلعت محصول وأنا بيعته طب بفرد أن أنا اشتريت محصول على المحصول اللي طالع من الأرض وبعته مع المحصول بتاعي في الحالة دي بقى بنشوف المحصول اللي أنا اشتريته لو قامت أقل من المحصول بتاع الأرض بتاعتي يظل العمل مدني أما بقى لو زاد عن قيمة المحصول بتاعي بيبقى العمل تجاري العمليات الاستخراجية لو واحد بيطلع بترول أو معادن من أرضه فده لا يعتبر عمل تجاري لأنه لم يسبقوا عملية شراء لكن بقى لو قام بتنقية تلك المعادن أو تكرير البترول علشان يبيع الناتج بسعر أعلى يبقى هنا النشاط بيتحول من مدني لتجاري لأنه دخل فيه مجهود خارجي الأنشطة المتعلقة بالمهن الحرة أنا محامي بطرفع عن الناس أو طبيب بعالج المرضى هنا لم يسبق النشاط اللي أنا بمرسه أي عملية شراء إذن ده مش عمل تجاري خاصة أن النشاط اللي بيتم ممرسته ما فيهوش عنصر المجسفة يعني أنا مشتريتش حاجة بسعر وخايف أنها تتبيع بسعر أقل والموضوع فيه مجسفة بالعكس الموضوع آمن تماما أنا ببيع مجهودي يوجد مشتري تماما لا يوجد أنا لم أخسر أي شيء بس لو الطبيب بقى أنشأ مستشفى وعين فيها أو طباء آخرين بهدف الربح هنا بيبقى العمل تجاري الانتاج الذهني والفني واحد رسم رسمة أو قل في كتاب ده انتاج ذهني مش عمل تجاري ولم يسبقوا عملية شراء حتى لو المبدع ده اشترى الورق اللي كتب عليه أو رسم عليه لكن بقى لو كان العمل عبارة عن تسويق الانتاج الذهني والفني زي دور النشر اللي بتشتري الانتاج الذهني من المبدع وتسوقوا بهدف الربح ده بيبقى عمل تجاري مش مدني الشرط الثاني بقى يا جماعة أن يكون الشراء بقصد إعادة البيع وده طبيعي ما أنا لو بشتري حاجة علشان الاستخدام الشخصي ده عمل مدني بحت لكن لو أنا بشتريها علشان بيعها أكيد بكون قصد أكسب وعايز أضيف هنا إن لو واحد أجر عربية عشان يأجرها تاني بتمن أكبر فده بيعتبر برضو عمل تجاري بس لو قامت أحد الجمعيات الخيرية بشراء منقول بقصد إعادة بيعه فذلك لا يعتبر عمل تجاري عارفين ليه؟ علشان الجمعية الخيرية لا تستهدف الربح أخيرا بقى أن يهدد الشراء على منقول لأن العقارات يا أخوانا تقيلة في البيع والشراء والأعمال التجارية لازم تتصف بالسرعة والسهولة لكن في الاتجاهات الحديثة في السعودية وغيرها من الدول العربية بقى بيع وشراء العقار من الأعمال التجارية وده مع رواج أعمال الاستثمار العقاري ريد ستيت خاصة لو اقترن البيع أو الإيجار بتقديم خدمات زي الخدمات الفندقية اللي بتقدمها الفنادي أنا كده خلصت المرة الجاية هتكلم عن التعامل في أوراق التجارية كأحد الأعمال التجارية الأصلية المنفردة اشتركوا في القناة